بسم الله الرحمن الرحيم روى الإمام مسلم في صحيح قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال يا رسول الله ما الموجبتان فقال صلى الله عليه وسلم من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة ومن مات يشرك بالله شيئا دخل النار الإمام مسلم ومن مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة صلى الله عليه وسلم مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة ومن 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 مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة one 진ine uh chapter ser الملح and a man asked what are the two things which are quite unavoidable to this. the Prophet صلى الله عليه وسلم replied that whoever dies without associating anything with Allah سيكون مجتمع في الارضيز ومن يوم الذي يتواجه أي شيء مع الله سيكون مجتمع في الهواء فقط الأنذة الأنذة التي لا يتعطي الله هي الأنذة الشرق كما قاله سبحانه وتعالى في سورة النساء إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءَ Verily, Allah Ta'ala does not forgive that He is given a shirk Anyone who associates anything in worship with Allah or anyone that sin will not be forgiven that man or that woman will not meet the forgiveness of Allah وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءَ But Allah Ta'ala forgives any other things for whom He wills May Allah Ta'ala forgive our major and our minor sins and may He grant us tawfiq to obey Him and only obey Him throughout our life and may He accept from all of us and grant us the highest levels of Jannah بِبَرَكَةِ الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ وَحُرْمَةِ الْحَبِيبِ صلى الله عليه وسلم وَرَزَقَدِ اللَّهُ وَإِيَّاكُمْ وَجَمِيعَ الْوَالِدِينَ وَالْأَوْلَادِ مُجَاوَرَتُهُ عَلَيْهِ صَلَاتُهُ السَّلَامُ فِي عَلَىٰ عِلِّيِّنَ آمِن هذا صلى الله على سيدنا محمد وعَلَىٰ آلِهِ وَصَّحْبِهِ وَسَلَّمَ